بيطلع زكاة ماله مرة كل سنة بيخليها في رمضان علشان ينفقها عاوزين نقول حاجة بالنسبة زكاة المال البعض بيحاول يتخلص من زكاة ماله وكأنه بيتخلص من مشكلة عنده في البيت فاللي بيقابله بيديله وبيروح يحط في أماكن ما يعرفش أصلها إيه وفصلها إيه لأ زكاة ملك ديت ربنا شرعها علشان تعالج بها مرضى فيه مصارف معينة المصارف ديت كأنها مرضى الدواء لازم يأخذوا مريض ولا نديلوا واحد سليم مريض طيب المرضى هم مين قال عز وجل إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل المصارف دي كلها نهاردة شغالة مش كلها شغالة يعني المؤلفة قلوبهم ما فيش حد عاوز يدخل في الإسلام بعدنا حيله ما فيش الكلام دي الوقتي العاملين عليها ما فيش حد بيأخذ النهاردة أجرت إنه بيجمع الزكاة أو ما فيش الكلام دا دي الوقتي طيب عندي الفقراء وعندي المساكين وعندي في سبيل الله وعندي وابن السبيل وعندي أنا أروح أدور على الفقير اللي محتاج الزكاة بشكل حقيقي والدهالة أروح أدور أدور عشان فلوسي تصيب الهدف بتاعها الدواء اللي معايا يروح للمريض اللي عايزه إنما أديها للواحد مش محتاج دواء واللي محتاج قاعد مش لقى حد يروح يقول له انت اسمك ايه والله عز وجل ذكر هذا الصنفة من الناس يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف في ناس ممكن يبقى ساكن جارك وموظف وصفة محترمة مش عاوز أذكر ومحتاج عنده بنتها يجوزها عنده آل بيتعلمه عنده مرض ده يروس تديله الزكاة لازم 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 تديله لازم بمعنى إنك تحرص إنك تديله أديله إزاي الزكاة أنا عارف إن جار ده هوت في منصب وما ينفعش أروح خبط عليه وأقول له مش في منصب يعني وزير لا يعني موظف زي حالتنا كده وظاهره بقوله إنه هو قويس بس أنا عارف إنه هو محتاج داك عايز أوصل له فلوس أوصلها له إزاي أروح أبعط له ظرفي جواب عن طريق البسطة أديها لحد يوصلها وما يقولش على اسمي بواب مثلا يحطها تحت الباب ولا بتاع واكتب له جواب جوا إن أنا يعني أتمنى أن تقبل مني هذه الهدية ما تقول له حتى زكاة قل له أتمنى أن تقبل أنت متلعها بنية الزك نعم بس أقوله أنا ما أديه لك هدية هذه الهدية بمناسبة مثلا كذا وكل عام وأنت بخير وإلى آخره كرت ظريف كده ومحترم تدهيله ده يجوز ده لازم نعمل كده طبعا الناس اللي بقوا في الشارع الناس اللي بقوا وقفين في الشارع دول دول إذا كنت أنا ما يمنعش نديهم جزء بسيط قوي يعني أرضيهم برضو إنما أنا أتحرى الفقير الفقيرة تحراها عندك أخوك ما هذا واقف الشارع وبيشتغل ومرتبه مش عارف قديم الشيك طب ما أسأل برضو لأنه الواقف الشارع ده بيأخد منك وبيأخد من غيرك وأنا مش بقطع أرزاق حد لكن أنا بقول اللي هو في الشارع ده الناس كلها تديله واللقات في الجاري في العمارة ده مش لاقي حد يديله أنا في النهاية عاوز فلوس الزكاة تروح لمستحقيها ولو أنا عندي عشرة لعشرة يطراده مش واحد يلم تسعين في المئة من الزكاة والعشرة واحد ياخد وتسعة ما يخدوش مثلا لا أتحرى عندي بلدي فيها فقراء أبعت له إخواتي فقراء واحد عنده أخ فقير يديله من زكاة ماله أخت فقيرة يديها من زكاة ماله والعكس واحد ده أيضا يجوز طبعا طبعا مش فقير وانت مش بسؤول عن أخوك شرعا الأخ بعد ما يبلغوا الحلم خلاص مش بسؤول عنه شرعا فتديله وبعدين هي لازم فلوس لأنه فيه ناس ممكن طلعوا حبوب يجوز الحبوب ويجوز غيره لكن الأولى أن تكون